السلام عليكم مرحبا وجميع المتتبعين للأوفياء في القناة من القناة مصطفى البارودي سنتحدث عن موضوع وهو خبر صار حقيقة وتأكيد السلطات المغربية بتنظيم عملية مرحبة 2021 فالصيف هذا إن شاء الله يعني الخبر رغم أن المغرب لغى جميع الرحالات الجوية إلى 21 مايو لكن بعد 21 مايو في شهر 6 المغرب يوجد جميع الطقم لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج الصيف 21 يعني الإخوان قرار رسمي وغد نقل لكم الخبر إن شاء الله وغد نتكلموا في الموضوع كذلك الرحلات والبلاغ دي الوزارة الخارجية الإسبانية يعني اللي كتنهي في المواطنين دي لأنهم يسافروا في هذه الأوقات هذه لأي دولة إلى غاية يعني إشعار آخر وكتتحملهم المسؤولية وغد ندوع هذا الخبر والرحلات اللي ما زالك تقوم بها إسبانيا الاستثنائية اللي إجلاء جميع العالقين في المغرب مواما الإخوان قبل ما نبدأوا ما تبخلوش علينا بلي لايك لحفظكم ودعمونا بلي جيم والكومنتر وبرتجيوا معنا لتعوم الفائدة نحن ندير معكم جهود حتى أنتم دعمونا مواما الإخوان غد نبدأوا بالخبر سر هو المغرب سيفتح حدوده في وجه أفراد الجالية والسياح بدءا من يونيو المقبل يعني هرسة إن شاء الله ستكون الحدود مفتوحة للجوية والبحرية وحتى كذلك السياحة يعني سترجع الأمور إلى ما كانت عليه إن شاء الله وهذا يعني سفي خبر مؤكد كما نقرأ لكم الخبر الإخوان علمت أخبارنا من مصادر مسؤولة أن حكومة سعد ديل عثماني وضعت صوبة عينها إعادة فتح حدود المملكة في وجه القادمين من خارج خلال الصيف المقبل وحسب مصادرنا فإن الاستعدادات لتنظيم عملية مرحبة فقد انطلقت بالفعل يعني سافي بدأوا دابا سافي جميع الهيئات مكلفة بعملية مرحبة 2021 بدأت خدامة على الضوص والتهيئة والتحضير من دابة طاتم التعليمات رسميا حيث يجري التنصيق حاليا مع دول العبور لكي تمر عملية عودة أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن في أحسن الضروفين تنصيق دمع الدول مع فرنسا مع اسبانيا مع الطالية مع جميع الدول لتهم عملية مرحبة 2021 لإعادة المغاربة المقيمين والخارج الجالية المغربية وأضافت مصادرنا أن فتح الحدود سيشمل في الأغلب أيضا حتى السياح الأجانب التعوي للحكومة على انخفاض في مؤشرات الحل الوبائية بالمغرب لجذب أكبر عدد من هوات السفر والسياحة لماذا لماذا المغرب يدر هذا الحجر هذا وغلق في مرة كما قلت لكم قبل في فيديوهات سابقة المغرب يدروا هذا الحجر ذاتي على جميع الدول مدة شهر ونصر وجاتهم زيانة مع رمضان بشأنه يحضر لهذا الصيف هذا وينجح في هذا الصيف بشأنه ينضم عملية مرحبة 2021 لكدخ أموالها إلى المغرب وكذلك إعادة المنتجعات السياحية للعمل وسيكون الراغبون في دخول المغرب المطالبين بتوفير على فحص كورونا السلبي لم تتعدى مدة 72 ساعة أو بطاقة بتلقي التلقيح إما تكون ملقح عندك بأنك تلقحت هنا في أوروبا لكي تدخل أو لجميع دول المهجر أو اللي لم تتعدى تلقيح كما شرحت لكم قبل لأن تلقيح ليس شيء إجباري بغيت إدارته مزيانة توفر عليك بزيانة بيسي ايري وكذا لم تتعدى تلقيح رضروري تدير تحليل بيسي ايري وهذا يضل الغموض يلف ويمكني تسماح المغاربة بالتوجه إلى الخارج من أجل السياحة لأن الناس اللي كيسولوه على فيزا سياحة في المغرب وش ممكن يعني هادي العام بتعطال المغاربة المغاربة في الحقيقة ما يشارش لهذا الموضوع وهذا هو اللي يقلق عارفون الدول اللي كنسق مع هالمغاربة مضمنها إسبان لأن إسباني كيدخلو أحد العزد كبير هي وفرنسا دي السياح المغاربة راه قرابة تقريبا نكمل بعد الخبر يعني المغاربة مقالش لهم بأنه غدا يسمح هو غدا يدخل سياح ديالهم وغدا يدخل يعني الجالية في مرحبا 2021 لكن ما قلش لهم وش هو غدا يسمح المواطنين المغاربة باش أنهم يخدوا ياخدوا فيزا سياحة ويخرجوا للدول الأوروبية من أجل السماح للسياحة حيث من المحتمل أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي على المغرب في إطار معاملة بالمثل خاصة وأن أزيد من مليون مغربي يختارون أوروبا لقضاء إجازتهم الصيفية كثير من مليون مغربي يمشون الأوروبا يعني أوروبا المغربي لو ما حتش معها الميل في هذا ديال نخلينا السياح ديال يمشون عندكم المغرب وحتى أنتم مخلي من السياح ديالكم يجيوا للدول الأوروبية والمغرب لم يجبت معاهم هذا الموضوع في النقاش ديال تحضير لعملية مرحبا 2021 نرى الخبر الثاني لكي أكد جرائد أخرى الخبر نهار 10 أفريل المغرب يستعيد لتنظيم عملية مرحبا 2021 تستعد السلطات المغربية لتنظيم عمليات مرحبا المخصصة لعبور أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف أفادت مصادر متفرقة السلطات المختصة فتحت المجال أمام شركة الملاحة وكنا نذكرنا هذا الخبر قبل بأن المغرب يتواصل مع الشركة الملاحة البطوات ولا يجهزوا وتكون العملية في أحسن الظروف كما قالوا لا تشهد عودة الملايين من أفراد الجالية المغربية الملايين الإخوان فيما تلقت الهيئات المسيرة لميناء الطنجر المتوسط لكي تعرفوا قرارات رسمية الإخوان الميناء الطنجر تلقى تعليمات رسمية من الحكومة كما جاء في الخبر تلقت الهيئات المسيرة لميناء الطنجر المتوسط وميناء الطنجر المدينة وفقدات المصادر تعليمات باتخاذ الإجراءات المعمول بها في السنوات السابقة قصد تنظيم العملية خلال الصيف المقبل وميناء الطنجر المتوسط لعملية العبور وعملية مرحبة 2021 يعني إن شاء الله رسميا فتح الحدود يبتداء من شهر يونيو حري بالذكر أن تنظيم العملية السنوية يأتي دائما خلال الفترة ممتدة من 15 يونيو حتى الخمسة شتنبير لكن من كل سنة لكن بخصوص هذه السنة يتوقع أن يعرف الجدول الزمني بعد تغييرات بسبب الظروف الوبائية الرهينة دائما عملية مرحبة مرحبة يعني الصيفية كتكون ما بين 15 في شهر 6 حتى الخمسة في شهر 9 هذا العام هذا غادي تكون إن شاء الله عملية مرحبة 2021 لكن غادي تغير جدول الزمني ممكن أنها تكون حتى العشرين ممكن أنها في شهر 8 ممكن ممكن جدول الزمني بقي ما تحطش حتى المغرب يرفع الحجر الصحي دياله في 21 ماي عدك ساعتين غادي يحط المخطط الزمني للإستقبال الجالية المغربية إذا إن شاء الله هذا العام هذا كين الصيف والمغرب يقدم ضمانات إن شاء الله سيبني على هذا الشهر ونص الحجر الصحي الذي يدار سيبني عليه الضمانات التي سيقدم الجالية لأنهم عندهم ضمانات بشأنهم يدخلون دول الصيف ديالهم في دوروف بدون أزمات العالقين بدون غلق الحدود كما مروا إن شاء الله هذا هو الخبر الصار لي كنت منه إخوان هذا أريد أن ندوزول وما تتساوش تعملون الإخوان للايك لحفظكم وبرتاجي 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 ندوزول إخوان كذلك كما عرفتم ديال الأزمة العالقين وإسبانيا حاليا لأنها مسكينة ما قدست وسمح في المواطنين دياله لا نشي في حال المغرب حقيقة فتلتلاف أكثر من تلتلاف مواطن إسباني اللي بقوا عالقين في المغرب فإسبانيا درت يحضرون جهود كبير بشأنه يعني ترحلهم للوطن ديالهم لأنهم بقوا عالقين تماما لكن راها أعطاتهم إنظار وإنظار شديد اللهجة وجددت الخارجية الإسبانية توصياتها المواطنيها الراغبين في السافر قائلة إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير مؤكد بسبب فيروس كورونا فيما يهم الحدود الحجر الصحي القيود المفروضة على التنقل مع الاعتماد على التأمين يغطي جميع احتمالات السفر وقالت الخارجية الإسبانية كذلك لا يمكن اعتبار أي رحلة إلى الخارج آمنة تماما وقرار السفر أو عدمي هو مسؤولية المسافر واحدة حملاتهم جميلة مسؤولية أريد أن تسافر أخي؟ لا نمنعك قانونيا لا نمنعك أريد أن تسافر أي دولة يصبح لعاونك ولكن تتحمل المسؤولية المسؤولية المصاريف والأضرار التي توقع لك إلى آخره لا تتحملها الدولة والنفقة للسفر والأضرار تحملها أنت ولا تقوم شركة للاسيرونس لن تكون الدولة مسؤولة بأي شكل من الأشكال أو بأي مفهوم عن الأضرار التي قد تحدثوا أشخاصها والممتلكات سواء بسبب التقييد أو الجهل أو عدم امتتال للتوصيات وأكدت وزارة الخارجي قلت لهم أن يرى أن يخرج دولة لا تبقى عياءه يعطونهم تعليمات لا تتحمل الحدود أو الواباء لا يمكن أن الدولة تسد عليها في أي وقت إلى آخره ورغم ذلك الدولة تحترم المواطنين ديالها ودولة ديمقراطية يعني لا تسمح فيهم تتعاود التواصل مع البلدان اللي بقوا عالقين فيها ليس غير في المغربة بقوا عالقين في تركيا بقوا عالقين في بزيف ديال الدول وإسبانيا يعني الخارجية الإسبانية بقى تؤولت من هكذا الموضوع هذا لأنها تتواصل مع ذلك الدول وتهيئة رحالات إلى آخره بشأنها تجليد ذلك المواطنين ديالها كالكضيع خدمته كل هذا يعني تبقىها بخصة تعود فالآن وزيرة الخارجية خرجت الدولة مع المواطنين ديالها الشديدة للهجة اللي بغي تسافر يتحمل مسؤوليته وغي تسافر سير لا يعاونك حصلتي ما نتسوقوش لك حنا نبقيناش نتسوقو لكم علاش لأنك نحملكم مسؤولية ونعطوكم الإنظار كدولة نعطوكم الإنظار نقول لكم مرة الوضع ما زال خطيرا ما تخرج عندما خرجت خارج الوطن تحمل مسؤوليته لك أو لا تحمل شركة تأمين اللي تتحمل الخسائر إذا تصدت الحدود إذا خسرت انتها شي خسائر وما الأخوان هذا هو الخبر هو بنا إن شاء الله عملت مرحبا 2021 أكدها المغربية أنها تكون إن شاء الله وغادي يعطي فيها ضمانات ضمانات يعني بلشان ما يتمشي الإغلاق عوية ثانية أو إلى آخرية المغرب يعني كي هي وانه تواصل مع شركة من أحد البطوات وبالعكس يطلب منهم يطلب منهم يعطيهم أحد المخطط اللي ينجح العملية وتكون أحسن الظروف يجيو الناس أحسن الظروف يعني الجالية المغربية التي تساهم في الاقتصاد المغربي وكذلك نرجو أحد 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 الكلمة السلخ الراز اللي يهان في الحقيقة الجالية اللي يهان الاقتصاد المغربي أنا كنسمي دائما الجالية هي اقتصاد المغربي واللي يطلب الاقتصاد المغربي فخصوه في الحقيقة يعني يعني وحقيقة بأن جميع الجالية يردو عليه وردو عليه رغم أنه خرج في الاعتدار لكن الاعتدار خرج به كذلك يعيش في الحراقة يعيش في الحراقة مواطنين مغاربة ومدام جاءوا يخرجوا من الوطن ومدام جاءوا يخرجوا من البلاد إلا لظروف قاهرة إلا لظروف أنه ملقى سباقيته ملقى طون كل قطن وسباقيته في بلاده مكانش غدا يجيبش لتعايره لتعاير الجالية المغربية اللي هي تشكل الاقتصاد المغربي كثير من سبعميات مليار سنتيم كل سنة تدفع للمغرب كثير من الجالية المغربية الخزينة الدولة وكتروج في الدولة كثير من سبعمائة مليار وكتشكل الدخل الثاني الدخل الخام الثاني للمملكة المغربية يعني اقتصاد اقتصاد عباد الله يتم إهانته زائد الكرامة المواطنين دي الجالية المغربية كالتهان في يعني فقنات معروفة ولكن رغم أنه يخرج بالاعتدار الاعتدار غير كافي كان يخرج بالاعتدار أنه يقول كان يحتاج من جميع المغاربة الجالية المغربية وما كان يحرق لهذا لهذا هذا ما عنده أرى الوراق هذا ما عنده لذلك لا تتعايره يعني كثير من الضعفاء يعني يعني مواطن مواطن مغربي كما كانت الحالة القانونية خارج دول خارج وطن كما كانت الحالة القانونية أو الوضعية القانونية فهو مواطن ذات كرامة وخصنا نحترم المواطنين وتحياتي لكم الإخوان ومعنا ودرنجيم ومع السلامة فيديو لاحق إن شاء الله